السلام عليكم اليوم جيت نتكلم على السعودي شبه شاعر اللي تكلم عليهم القرآن في في صورة الشعراء والشعراء بسم الله الرحمن الرحيم والشعراء يتبعهم الغاوون هم تراهم في كل وادي يهيمون ويقولون ما يفعلون صدق الله العظيم هذا الشاعر هذا البسودو بويت تكلم عن الجزائر وقال باللي ماتو شو هذا 168 جزائري فقط هنا في نهار واحد في نهار واحد ما بداية احتلال احتلال الفرنسي للجزائر عائلة لا القبيلة العوفية ماتو فيها مع السعدي ماتو فيها 24 ألف في ليلة واحدة بشهادة بشهادة جنرال الفرنسي لدون كيفاش كانت كان يحكي على بشعة القتل إلى ذاك ثانيا نعطي سيفة واحدة أخرى في 8 ماي 1945 خرجوا الشعب الجزائري في مظاهرات سلمية من أجل مطالبة بالاستقلال بشهادة في ليلة واحدة ماتو 45 ألف كيندلوا لها مقارنة بما يحدث في فلسطين ما زالت ما لحقتش 45 ألف في ضرف تسعة شهور هذا يؤثر هذا هو سوية في فترة فترة على المتخصات على المتخصات على الإنترنت أو على المتخصات على المتخصات التي تقوم بت هل كانت تغطية إعلامية هذا الوقت؟ كانوا الفرنسيين وجدوا كما نقول بيئة من أجل القتل بدون علم العالم كانوا يجمعوا عائلات لديهم الأراضي يقتلوهم وكان ينفاهم وكان يرماهم في البحر هذا الشاعر عبد الرحمن الشمري والله الشمباري والله أسم انتاعه اللقب انتاعه فيها كيصر الشيمون فيها شارون فيها هذه الأسماواتها بين القريضة بين الناظير هذا الشاعر بالرغم من أنه هذا الشاعر ليس بشعر بسكيقات نشوف في الآخر الذي جامع يديرت الشاعر ونقادر نديره الشاعر على الجزائر دماغه نحبس عليه نحبسه له إلى الأبد بالرغم من أن السلطات السعودية راحوا له وعطوا له للشرطة لكن هذا هذه باب مفتوحة من من عند الصهاينة وكان رلاسيون لك تشوفوا تسلسل في الأحداث هذا الشاعر شاعر هذا جامع بعد الحادثة اللي وروا زام كاردي دون دي تيتا بطاقة تعريفة جزائري من عين صفراء المترجمات قال لك راهو راني حكمنا جزائر عندنا بيان باللي جزائر هو الشارك في لكن الجزائري هاداك مالافان بان في عين صفراء اللي تبحرت له الكارتاو بطاقة التعريف اللي تبحرت منذ الفين وسبعتاش ودار دي كلارا سون دي بارت اللي سقطت منه ولا سرقت منه وكانت مقصودة من الناس اللي موجودين اللي كانت عندهم الكارتا هاديك وهما عندهم صيلة بالمغاربة وعندهم صيلة بصهاينة اللي اعطاوه باش وصلت بطاقة التعريف من من عين صفراء حتى الاسرائيل هادا بايان باللي كان في عين صفراء ولابد من هيئة الامنية تبحث في هاديك المنطقة وموجودين الناس وانشالها في الدم الطرواء كاي الناس كانوا يهضروا عالجزائر كيشخل بحقد هايدا باللي ما تتناولوا هما مغاربة الاصر وعندهم انتصارات بالمراكا كانوا لفرنتيا المفتوحين يروحوا لهم دونك الهيئة الامنية الجزائرية لابد من فتح تحقيق في المنطقة هادا وكان نشفالها كوميناردي كوميناردي هذا استاموان امبراترا كريتيا اللي ناس يحكيوا عليه في عين صفراء كانوا عندهم منطقة يدخل منها مغارة يدخل حتى المرك دونك الهيئات الامنية تبحث في هادا المجال لا ربما هادك نقطة ضعف اللي تكون للجزائر في ما يخص لك ان ان شاء الله ما تصراش لنشبت حرب دونك الهيئات اللي كانوا اقرب لهذا كوميناردي لابد من البحث على وكان دي موناستير هنا في الجزائر يقوموا بعملية تابتزاز النساء ويقولوا لهم لابد من الحراكة يعاودي ولابد من الهيئة الامنية كذلك تبحث في هادا المجال كما كانوا يقولوا فوقان في في تامراس كانت همزة وصل ما بين السيرفيس الدياستي في فرنسا والخوانات الموجودين في الجزائر دونك كاردي دونديتي باش وصلت من عين الصفراء حتى الاسرائيل لما الكاين الصهيوني هناك ايادي خافية لموجودها في الجزائر وهنا على الامن الجزائري يكون صارم مع هادو الناس والبحث عليهم دونك كان يهود في الجزائر ما نهضروش كان يهود اللي راهو عايش وكان اللي دخلوا الاسلام بزاف اللي دخلوا الاسلام ولادهم اللي مسلمين ما شاء الله هادو ما نهضروش عليهم الناس اللي يخدم الجزائر ويحس روحه جزائري كامل بالرغم من أنه يهود لكن اليهود الخوانة اللي ما زالوا ما تنسوش في الف وتسعمائة اللي سيسة اللي سيسة جوان من نفسان سيكندو اجتمعوا الياهود اجتماع هنا في اه 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 ويبنيوا مملكة المزعومة اه 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 سخور مكتوبة بالعبرية باش والانبياء ما ماتوش هنا وما لاحقوش هنا الانبياء هادك الانبياء اللي راكم نشوفو فيها كما دارت فرنسا دفنت حمار وبنات عليها قبة والناس ولو يعبدوا فيها. نفس الطريقة ما كاش نبي من المستحيلات السبع باللي نبيت جال هنا عاش وهدي اكدوبة باش يقنعوا العالم باللي احنا عدنا يدن لهنا في شمال افريقيا يرميوا دي بياس يرميوا اثار تاريخي كما راهم يديروا دورك المراركة يشريوا راهم في المنطقة تاعت لمسان وكاعتك هذك المراركة اللي مازالهم عابيد للمالك يشريوا القفطان القديم كنشوفوهم يشريوا اللباس القديم باش يديروا لي ويقولوا لهم هابلك احنا اللباس هذا قديم على الجزائريين يكونوا متفطنين ما يبيعوش الالبسات هم يخليوهم دكرة ولا نفتح لهم متحف جزائري حماية التطورات الجزائري اللي عنده هادك اللباس يجيبوا يحطوه في فيترين باللي احنا عدنا اقدامي عدنا تاريخ في اللباس في التقاليد حتى في الاطعمة هناك عدد كبير للناس اللي هم يطلب صورة كنشوفو الشاعر كانت سلسل مقصودة من طرف اليهود من صهينا المالعين كانت خوانة لجزائريين اللي ما عندوش دين وملاح كان خوانة من هادوك الالوان الالوان يمكنك مدد الجسم ما عندوش وطن ما عندوش عالم ما عندوش روح القتال ما عندوش الدفاع النفس ما عندوش دونك يستغل كمال يهود يستغلوا فرص قانونية باش يطاكي كونجوسيس ونحن نرمال ما مسلمين للدين الاسلامي نرمال ما تحتارم الدين الاسلامي قبل ما تبليكي الحرية شخصية هولك الاشكال الموجود في الجزائر بهذا كده القانون الاممي اللي يرغم الدول باش يقوموا به اه مزي الجزائر كان لجهال كان نسماته وكان احنا ما زلنا حتى لدرك نتفكره الشهداء نتفكره اجداد انت انا انا كنسمع قسمان كنسمع فيلم ما ما زالوا يقصر علي يا تعالي على الابوانت ولا ولا فيلم انت الدورية نحو الشرق واش كانت يحكي لي بابا واش كان يحكي لي يما الله يرحمه لعناو في الولادة والمين كان شهداء اه العداد انتاحهم ما نجيبش نحسبهم من العائلة انتاعي من الاتريبين انتاعي اللي هجرت قتلت منذ الاحتلال الفرنسي ومين كان واحد من احد الاجداد فرنسا دخلت القسنطينة في منطقة عيطول اسمارة حرقوه هو ما بقى امام الجمع الغافير من دي سيفيل انا يا هدي لمحة خاطفة كوكتيل شرك في انطابل وانكاين دونك الانسان يفوبايا يغلط في بلد انتاعو هذا وطن لابد من الدفاع كان الانترنت اوليو باش تشوف حوايج مشهم له او ما ندير حاجة صغيرة حكذا في سبيل الوطن تاعك والسلام اشتركوا في القناة